أهلا بكم على مدار عشر سنوات شهدت الدولة تغيرا غير مسبوق في كل مناح الحياة لخدمة المواطن وكان بناء الإنسان هو محور تلك الإنجازات فمن أجل بناء أجيال جديدة وعيدة لديها أفكار متطورة وقادرة على القيادة وضعت الدولة رؤية استراتيجية متكاملة الأركان لبناء الإنسان باعتباره المحور الرئيسي لعملية التنمية الشاملة حيث تضفرت جهود مؤسسة الدولة من أجل النهوض وتطوير قطاعات الصحة والتعليم وتحقيق الحماية والرعاية المجتمعية للطبقات الفقيرة ففي مجال التعليم بلغ إجمالي تكلفة المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفذها ما قيمته 49 مليار و 660 مليون جنيه وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي بلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفذها 554 مشروعاً بتكلفة قدرها 138 مليار و 400 مليون جنيه وفي مجال الصحة بلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفذها 1626 مشروعاً بتكلفة قدرها 182 مليار و 900 مليون جنيه خلال السنوات الماضية عملت الدولة على دفع معدلات النمو الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات عبر الترويج لخريطة مصر الاستثمارية إلى جانب تعزيز البنية التكنولوجية والتحول الرقمي والشمول المالي وجاءت السفقة رأس الحكمة التي تتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين على رأس تلك السفقات بالإضافة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة فضلاً عن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام مع العمل على دعم استقرار معدلات الدين العام وهو ما دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام لتصبح مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نمو في المنطقة والملاذة الآمنة للمستثمرين مما أكسبها ثقة كبرى من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية مشروعات البنية التحتية في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ظل ما بذلته الدولة من جهود حثيثة ودأوبة لتطورها وفقاً لرؤية استراتيجية ممنهجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ففي مجال الإسكانة بلغ إجمالي تكلفة المشروعات تريليون وخمسة مئة مليار جنيه وفي مجال النقل بلغ إجمالي تكلفة المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفذها تريليون وثلاثة مئة مليار جنيه أما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد بلغت تكلفة المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفذها ثلاثين مليار وثماني مئة مليون جنيه انتهكت الدولة استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة في إطار رؤيتها الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة ليشهد هذا القطاع المهم إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين الإمدادات والاستدامة وتكثيف الجهود لتنفيذ استكشافات بيترولية جديدة فضلا عن إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء هذو شهدت الفترة من يوليو عام 2014 حتى يونيو عام 2023 تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البترول والغاز باستثمارات حوالي تريليون ومئتي مليار جنيه أما في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بلغ إجمالي تكلفة المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها 533 مليار جنيه وتوسعت الدولة في إنشاء المدن الجديدة وزيادة الرقع العمرانية حتى تستوعب الزيادة السكانية فتم إنشاء مدن الجيل الرابع أو ما يطلق عليها المدن الذكية حيث تم إنشاء 24 مدينة منها حتى الآن ومن المخطط أن يكون هناك 38 مدينة ذكية بحلول عام 2050 كما تم تطوير 350 منطقة غير أمنة بواقع 300 ألف وحدة وتم تثليم هذه الوحدات لمواطنين كانوا يعيشون في مساكن غير آدمية على الإطلاق وهكذا تتواصل جهود الدولة لترسيخ مفاهم العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والسعي الحثيث لبناء الإنسان المصري بالتوازي مع التنمية الاقتصادية المستدامة وهو ما تواصل قيادة السياسية العمل عليه في الجمهورية الجديدة